طيب يا دكتور حمد ما هي حقيقة ما يتردد بشكل غير رسمي عن هجرة جماعية الآن في لبنان للأطباء وأدقم التمريد؟ يعني هو ليس بسر على أحد وأنه اليوم الوضع الاقتصادي لكثير من الكطاعات وليس فقط للكطاع الصحي أو الطبي الهجرة لمن استطاع إليها سبيلا لأنه اليوم تضخم سعر الصرف والظروف اللي عم بعيشها اللبناني هي ظروف قاهرة هي أكبر من أن يتحملها الشعب اللبناني منفردا هذه الطاقات خاصة اللي تميز فيها لبنان خاصة على صعيد الطبي والصحي عم بتحاول جاهدة أنه يعني أنا بعرف كثير منهم ومراجعات من نقابة الأطباء عم نحاول أنه نلاقي شي بديل شي رديف عم نشتغل على توأمة بعض المؤسسات الاستشفائية الجامعية اللبنانية مع عديد من المستشفيات والمنشآت الصحية مثلا آخرها كان الاتفاق سابقا مع وزير الصحة العراقي وغير العراق على توأمة بعض المستشفيات بحيث أنه الفريق الطبي يستطيع أن يذهب ليحسن دخله ويبقي عائلته بلبنان وينتقل بين البلدين الشقيقين لا يقدر يضلوا عم بمارس خليني أقول مهمته ومهنته الإنسانية والأخلاقية تجاه مجتمعه بهظروف الصعبة وبنفس الوقت يكون لأبي بعيش كريم من دولة شقيقة وصديقة نعم نحن نخسر الآن كفاءات ومرجعيات طبية تهاجر وتغادر إلى الاغتراب ولكن بنفس الوقت ما زال هناك الكثيرون المميزون والمتميزون اللي حقيقة مثل ما شرحت عم بيحولوا بطارية أو أخرى أن يلاقوا بارت تايم يشتغلوا فيه أريب من عائلتهم وأريب من وطنهم لأن هذه المحنة بدأت تضافر وبدأت تضحية واللبناني بما مر علي من بلاءات تعود على أنه بيد الجماعة وبالتعاون والتضحية ممكن نتساعد لنهضة بمجتمعنا وبوطننا من جديد إن شاء الله ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر